في هذه اللحظات قبل فقط بضعة ضخم قليل فجر جيش الاحتلال الاسرائيلي منزلا في حارة الدمج بمخيم نور شمس وهذه المنطقة تقع بمحاداة مدارس الوكالة في المخيم الآن نستمع إلى صوت تبادل لإطلاق النيران انفجار ضخم وكبير رصدناه قبل قليل على وقع استمرار تحليق طائرات مسيرة لجيش الاحتلال الاسرائيلي على ارتفاعات منقفضة وعلى ما يبدو ان مهمة هذه الطائرات كانت تصوير عملية التفجير التي نفذها جيش الاحتلال الاسرائيلي لمنزل داخل المخيم اصوات اطلاق الرصاص مستمرة حتى هذه اللحظة يقول جيش الاحتلال انه قتل عشرة فلسطينيين على الاقل خلال العملية المستمرة في مخيم نور شمس فيما ان الطواقم الطبية اكدت لنا من داخل المخيم ان هناك نحو عشرين اصابة سبع اصابات منها فقط من تمكن الهلال الاحمر فلسطيني من نقلها الى المستشفى ونحو ثلاثين حالة اعتقال عدد منهم تم الافراج عنهم ولا زالت عمليات الاعتقال مستمرة حتى هذه اللحظة تتصاعد صحب الدخان نتيجة هذا التفجير الذي قام به جيش الاحتلال الاسرائيلي داخل المخيم وتحديدا على اقصى الاطراف الغربية باتجاه العمق في محيط حارة المدارس هذه المنطقة التي حاصر قبل نحو ساعتين فيها جيش الاحتلال منزلا ووجه على الاقل وصفا صاروقيا بنحو عشرة قدائف محمولة على الاتفاف من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي ولاحقا اعتقل شابيني واخلى المنزل من عدد من الفلسطينيين ولكن على ما يبدو بان عملية التفجير هذه جاءت بالتزامن مع عمليات الاقتحام وتفخيخ المنزل ومن ثم العمل على تفجيره هذا هو سيناريو الاقتحام وهو يسير شيئا فشيئا باتجاه عمق المخيم من قبل جيش الاحتلال حتى هذه اللحظة يمكن القول بان العملية تتركز بشكل دقيق بالمداهمة وعمليات التفتيش والملاحقة والمطاردة في اقصى الاطراف الغربية باتجاه العمق اي بمعنى حارة العيادة حارة الدمج جبل النصر وكذلك حارة المسلخ هذه المناطق هي كلمة السر في هذا الاقتحام اذ على ما يبدو ان الدائرة تضيق على المقاتلين الفلسطينيين وجيش الاحتلال يواصل تمركز الاليات في محيط هذه الحارات ويمنع عملية الدخول والخروج منها في هذه الاثناء الاقتحام الضخم والكبير يعني دخل اليوم الثاني وبطبيعة الحال نداءات استغاثة تخرج من داخل المقيم تتعلق بالواقع الانساني في شح المياه الطعام الادوية وحليب الاطفال وكذلك انقطاع التيار الكهربائي وخطوط الاتصال وكذلك ايضا تداقل والمسج الذي حدث على خطوط المياه بأصرف الصحي نتيجة طبعا التدمير بعض المنازل لازالت حتى هذه اللحظة منذ الساعة الاولى للاقتحام وحتى هذه اللحظة هي ثكنات عسكرية من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي نقاط للتحقيقات الميدانية نقاط لعملية طبعا القنص وتموضع العسكري بالاضافة الى ان المشهد الميداني يتواصل في ظل طبعا هذا الحصار يقول جيش الاحتلال الاسرائيلي ان هذه العملية هي تهدف الى ضرب البنية التحتية لالاذرع العسكرية في مخيم نور شمس وعلى الرغم من ضراوة ما نشهده من اقتحام عنيف لم تشهده مناطق الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية اي منذ نحو عقدين من الزمن الا ان المقاومة حتى هذه اللحظة لا زالت تواصل توجيه عمليات اطلاق النيران وتفجير العبوات الناسفة نعم ليس بالصورة التي كانت في الساعات الاولى وثم تتأثير نتيجة الضغط العسكري الاسرائيلي لكن على الاقل حتى هذه اللحظة لم يرفع مخيم نور شمس الرايا البيضاء كما يقول اهالي المخيم في منطقة الحارات والزقاق هناك عدد من الشهداء ويمكن القول بانه اكثر من ستة شهداء كما وصلتنا الان نستمع الى انفجار غربي المخيم هذا الانفجار في محيط مخيم تول كرم اذا دوي صوت انفجار في هذه اللحظات في محيط مخيم تول كرم قد يكون ناجم هذا الانفجار على ذات السيناريوهات السابقة وهي مع مرور الاليات العسكرية بمحاذاة المخيم يتم استهداف الاليات العسكرية بعبوات ناسفة وعمليات اطلاق نار في اطار عملية الاستهداف المتكررة لجيش الاحتلال الاسرائيلي بالعودة للوضع والمشاهد داخل مخيم نور شمس فان هناك عدد من جثامين الشهداء لا زالت ملقاة على الارض هناك اصابات داخل المنازل ووضعها حرج ويصعب التعامل معها فقط بضعة اسعافات اولية وادنى من ذلك بواسطة قطع من القماش يحاول الفلسطينيون تقديم يد العون والمساندة وبعض المصابين الان انفجار الان انفجار انفجار نرصده في مخيم نور شمس هذا الانفجار قد يكون اقرب حقيقة على حارة العيادة نعم انفجار يسمع الان من جديد في حارة العيادة بمخيم نور شمس وهي المنطقة التي تتمركز بمحاذاتها الاليات العسكرية الاسرائيلية عمليات تفجير مستمرة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذه اللحظات بالاضافة الى استمرار التحركات العسكرية الاسرائيلية كل هذا المشهد يتواصل ميدانيا فيما تواصل طائرات الاستطلاع وباعداد كبيرة التحليق على ارتفاعات منخفضة تقدم بطبيعة الحال هذه طبعا الصورة مباشرة لصورة الوضع الميداني للقوات الراجلة وفي بعض الاحيان لربما تنفذ غارات باتجاه المخيم ذلك لم يرصد حتى هذه اللحظة لكن كل الوسائل على ما يبدو انها متاحة اسرائيليا في هذه العملية العسكرية سيما واننا شهدنا عمليات تدمير كبيرة وهائلة من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي الان نرص التحركات للاليات العسكرية الاسرائيلية في هذه اللحظات من نطاق مخيم ويتعمد الاليات السير بسرعة في هذه اللحظات كما نشاهد هذا ليس انسحابا هذا جزء من التحرك المستمر للاليات العسكرية الاسرائيلية في محيط مخيم نور شمس وتحديدا فيما يعرف بشارع السكة وهو خط التعزيزات الرئيسي لجيش الاحتلال نعم خالد شكرا جزيلا لك